صدر عن صاحب السموة الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المواقر حفظه الله ورعاه قراران رقم 12 و 13 لسنة 2018 بتجديد مدة عضوية أعضاء مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم واعتماد البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وتشكيل اللجنة الخاصة به وجاء في المدة الأولى من القرار رقم 12 أنه تجدد عضوية أعضاء مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعضوية كل من السيد خالد عبدالله الشوملي السيد جاسم محمد صجر المعاودة المهندس كاظم السيد هاشم الهاشمي السيد خليل محمد بحجي السيد محمد عبدالله المطوع السيد صادق عيد الرحمة السيد جاسم حسن عبدالعال السيد يوسف حسين عبد الملك وتكون مدة عضوية أعضاء المجلس المذكور سنتين قابلة للتجديد وجاء في القرار الثاني لقم 13 بشأن اعتماد البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وتشكيل اللجنة الخاصة به ما يلي يعتمد البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي الملحق بهذا القرار برئاسة وكيل شؤون الطيران المدني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر